الشق المعنوي يفرق كثير جداً فرق معاك وقتها ماهي الحديث لو أنت فاكر اللي دار وقتها؟ أنا فاكره أكل مبارح أنا فاكر أن كابتن محمود كان دايماً بيديك النصايح أو دايماً كانت نحوم بيحب اللعب الصغير يبقى دايماً رجله على الأرض دايماً فيه تواضع يعني يقول لي ما تفرحش أن أنت حققت لقب في الرجال ده حاجة حصرت خلاص في الماضي عايزين نشوف إيه اللي جاي ودايماً تفضل متواضع ودايماً تفضل علاقتك بربنا سبحانه وتعالى أولاً قوية تاني حاجة علاقتك بأهلك ثالث حاجة علاقتك بالناس اللي بيحبوك حواليك علاقة طيبة مهما أنت ربنا كرمك وإداك لما هم دول الناس اللي كمان هيسندوك في وقت الخسارة أو في وقت الضعف أنا فاكر كلام كابتن محمود كان حاجة تأكيد علاقة نقول الناس طيبة لأن أنت شخصياً إنسان طيب شكراً لما شاء الله عليك حقيق جد حاجة تساك وفي ساعتها أنا خرجت شوية عن إطار الجلسة وطلبت من كابتن محمود وأتوك أبن حمود أنا جايلي فرصة ذهبية أن أنا أطلع السويد منها هتكون لمدة ستة شهور وأن أنا اللي هيدربني بطل عالمي سويدي ودي حاجة ما بتحصلش يعني نادرة الحدوث فهو قال لي عمر ربنا يوفقك وإحنا مش نوقف بالعكس دهنا هندعمك وكابتن حسن حمدي قال نفس الكلام وخدنا موافقة فورية من النادي الأهلي بدون الانتظار إلى يعني إجراءات روتينية وحاجة زي كده ببساطة قال لي اتفاضل وإنت لما ترجع مصر إحنا هنا بيتك وده اللي بيحصل الوقت بلعب كل صيف الحمد لله مع النادي الأهلي وربنا بيوفقنا ببطلات ده حاجة محترمة جداً لأن فكرة هنا أن النادي بقى مقدر اللعيبة عنده وعارف أن مستقبلهم وعلى فكرة برضو إنعكساتك جات بعد كده يعني على النادي الأهلي بالإيجابية بشكل كبير يعني أنت خدت فرصة وفي نفس الوقت أنت اديت فرصة للنادي الأهلي يعني كانت win-win situation زي ما بتقال بس برضو رغم ده مش كل النوادي بتعمل كده طبعاً لكن ده النادي الأهلي هيدي نقطة بجد وده بقول الله العظيم ليست حباً أو تحيوزاً بس ده الحق يقال لأن النادي كتير جداً بيبقى عندها أبطال لو راحوا فعلاً يعني يسافروا احترفوا ورجعوا هيفرق معهم كتير جداً بيرفوضوا يقول لك لا أنت تفضل عندي فده ممكن يقضي على حياة اللاعب بعد كده أكيد والنادي الأهلي بتهيقلي عنده عايز يعني ألاقي التعبير الصح يعني وعنده الرفاهية أنه هو ممكن يتحمل بعض مش عايز أقول خسائر ولكن بعض الغيابات الألقاف صح اللي هي قصيرة المدى مقابل أنه عنده رؤية بعيدة المدى أنه بيقول لك أنا بجاهز فريق ممكن يكسب لي سنوات وسنوات على المجال المحلي وده اللي بيحصل بالفعل اليومين